في مناسبة العنف اللفظي الذي أصبح شائد في السياسة الأمريكية أصبحت هناك مصطلحات أو مسميات تطلق على هذه الولايات أنها ساحة معارك ونضر إلى بينسلفينيا تحديدا أنها أم المعارك بينسلفينيا لها خصوصية هل في التنوع في هذه الولاية الذي يعبر عن التنوع العرقي الموجود في الولايات المتحدة الأمريكية؟ بالطبع الولايات المترجحة سواء بينسلفينيا أو ميكشيجان أو وسكنسون كل منها لها خصوصية تكلمنا عن بينسلفينيا بينسلفينيا لديها 19 من دفم مجمع الانتخاب وعدي كبير هناك التغييرات الديمغرافية هناك بعد كورونا هناك تنوع ما بين الريف وما بين المدن هناك التنوع عرقي هناك تنوعات مختلفة هناك طبعا الطبقة العملية مهمة لأن هذه الولايات تدخل ضمنها يسمى حزام الصدق اللي هي الولايات السلاسة وحزام الصدق بمعنى أن المصانع التي كانت موجودة فيها بدأت إعطارها الصدق لأنها أغلقت وتم يعني هجرتها لأن معظم الصناعات في هذه الولايات انتقلت إلى إما للصين رخص العمالة أو للمكسيك وبالتالي ترامب أحد شعراته فكرة دعم العمال وعارض هذا الأمر من خلال طبعا الاعتماد على الوقت الحفوري فرض رسوم على الصلع الصينية من الحديد والصل لديه رؤية واضحة في هذا الأمر كمال هارس تلعب على فكرة النقابات العمالية وحقوق العمال الجانب الاجتماعي في هذا الأمر هناك أيضا السكان الريف تغيروا بشكل كبير خاصة بعد كورونا وانتقالات في التركيب الديمغرافية كل هذا بيجعل هذه الولاية هي متأرجح أولا كانت تقليديا هذه الولاية دائما زات ميول ديمقراطي هي زرقاء ولكن ترامب أخذها في 2016 ومن ثم دخلت فكرة الولايات المتأرجح لأن هناك 21 ولاية في أمريكا من بين الخمسين هي ولاية ديمقراطية لا تتغير بتغير الانتخابات في مقابل 19 ولاية جمهورية أو حليحة أمراء الخلاف يعني 19-21-40 ولاية معروفين محسومة أمرهم ولذلك لا يبزل مرشح جدا كبيرا في هذه الولايات فقط العشر ولايات تتغير طبقا لكل انتخابات لكن كان هناك تكتيف الحملات الانتخابية فيها دي الولايات بالطبع في الولايات السبعة الآن سبعة من بين العشر ولاية المتأرجحة وهذه الولايات السبعة كما قلنا 73 مندوب في مجمع الانتخابي ستحسم الانتخابات الأمتاع أنا في اعتقادي يعني المقابل الشراءات ومقابل الشراءات الصلاعات الرأي بتشير لأنه لن يستطيع أي من المرشحين كسب كل هذه الولايات يعني ترامب في 2016 فاز بمعظمها بستة ولايات من هذه الولايات المتأرجح بايدن في العشرين فاز أيضا بمعظم هذه الولايات هذه المرة قد نشهد انقسام يعني ربما تأخذ كمال هارس مثلا بنسلفينيا وويسكنسون ترامب يأخذ ميتشيجان مع جورجيا مع نورسكا يعني هناك انقسام وهذا بيجعل أو توقع أن الفائز هيكون بفرج بسيطة عن الطرف الآخر وأن تقارب الأصواب ولذلك ستكون التدعيات بمنازمة العنف السياسي وليس في أثناء العملية هذه ربما لم يشهد حتى الآن لأن هناك استنفار أمني الخطورة هي ما بعد أعلان النتائج ما بعد أعلان النتائج ترجمة نانسي قنقر